موسيقى 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 إن الصدافة للحديث في موضوع تطور المغرب في ذكر عيد العرش له حقا شرف عظيم للغاية لقد جاء الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه كتأكيد لتلك الجاذبية التي يمارسها المغرب على جيرانه وعلى اقتصاديات العالم العظمى حيث تتماشى نجاحات الدبلوماسية المغربية مع آفاق الجهود المثالية المبدولة في المملكة منذ ما يقارب نصف قرن موسيقى 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 كيف نفسر إذن هذا التطور الذي يشهده المغرب؟ نفسره أولا بالإرادة الملكية ثم بدعم جميع المؤسسات العمومية وأخيرا بدعم الشعب قاطبة الأمر الذي أفضى إلى تحقيق إنجازات عديدة فالأمم المتحدة تستبعد الآن أي بذل آخر غير خطة المغرب للحكم الذاتي ناهيك عن أن أحداث القرقرات الأخيرة على الحدود مع موريطانيا جعلت الأمين العام للأمم المتحدة يصعد لهجته ضد البوليزاريو لوقف أعمال العنف أرى أن التنمية بالأقاليم الجنوبية لا يحقا مثال يحتدى به عبر ربوع المملكة دعوني أطرح السؤال التالي أين تتجلى مكامل تطور المغرب؟ نعلم في الواقع أن المملكة لطالما صارت على درب الديمقراطية كما أن الملك محمد السادس عامل على تنزيل دصور جديد سنة 2011 هذا الأخير الذي لقي ترحيبا من لدن الشعب حيث ظل الدستور المغربي الجديد نموذجا دام إصداقية يجمع بين برلمانية بريطانيا ورئاسية فرنسا وجهوية إسبانيا لقد جعل الملك محمد السادس من بلاده دولة رائدة في التنمية المستدامة عبر العالم من خلال استضافة الكوب الـ 22 في مراكش سنة 2016 بغية تحقيق توازن بين الأبعاد البائية والاقتصادية والاشتماعية وبهذا اندم المغرب فعلا إلى نادي الدول الملتزمة بالمناخ حيث تاهمت المملكة بشكل جيد في منح ركائد التنمية المستدامة الأربع وهي تحسين إطار المدن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الاستخدام التكنولوجي الأنسب للطاقة المناسبة ثم الأمر الجوهري الذي يتمثل في سيادة القانون إن المغرب قد حصل على مكانة الشريك المميز سنة 2008 من لدن الاتحاد الأوروبي هذه المكانة التي ظلت تحصيل حاصل لمصار مميز طبعه تقدم اقتصادي والشماعي وقانوني وديمقراطي إنما كانت الشريك المميز هذه التي تم منحوها للمغرب كدولة غير أوروبية مكنته من الاندماج والتموقع بشكل أكبر في السوق الأوروبية الموحدة والمشاركة في برامج تعاون متعددة وعليه أفضت هذه المقاربات المتعددة للجوانب نحو تحقيق نمو مستدام يقارب 5% سنوياً على مدار العشرين السنة الماضية يتبوأ المغرب اليوم مكان مهم بين اقتصاديات العالم حيث أدى الوعي بجودة الجهود المبذولة إلى تماسك الشمعي الملحوظ تم ترجمته بالملموس أثناء أزمة فيروس كورونا هذا التماسك الملحوظ ظل كذلك حول قضية المغرب الأولى ألا وهي الصحراء المغربية والتي تخدم بشكل لا يقبل الجدل الاستثمارات الأجنبية وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن المغرب ظل البلد الوحيد في المنطقة الذي لم تشمله أحداث الربيع العربي سنة 2011 في الختام أود تأكيد أن المملكة المغربية ومن خلال قدرتها السياسية القوية وتحليلها الموضوع العالمي ونتائج التنمية بها ما فتأ تقدم للعالم دمانات جادة للغاية من أجل المستقبل ترجمة نانسي قنقر